إلى جنوبنا الكبير إلى الصحراء الجزائرية أو كما يطلق عليها مغارة علي بابا التي أصبحت قبلة للباحثين عن الذهب والأحجار الكريمة نتابع في تقرير حمزة بن هوس ذهب ألماس وفصفات هي ليست مغارة علي بابا بل هي صحراء الجزائر حقيقة يجهلها أغلب الجزائريين ويتكلم عليها الأجنبي من خلال عمليات تنقيب حديثة كالمسح عبر الصاطل فهل كان للتقارير وحتى المناهج الدراسية شيء من المزداقية تجاه حقيقة ما تسخر به صحراء الجزائر من ذهب وألماس في الجزائر يوجد ذهب الشركة الأسترالية الجزائرية تصرح بأنه في منطقة الهوغار اكتشفوا حقلا للذهب يمكننا أن نستخرج 9334 كيلوغرام سنوي في نفس المنطقة يوجد حقول للألماس أتعلمين القطع الواحدة من الألماس القطع الواحدة التي تصنع ولا تقدم مدة خام القطع الواحدة يمكن أن تبع بمليون دولار بلغ احتياطي الجزائر من الذهب حسب المجلس العالمي للذهب 173 طن وتحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية ولبنان والمرتبة الرابعة والعشرين عالميا أما الاحتياطي الخام فقدر سنة 2016 بأنه 100 مليون طن قابلة للزيادة في حال تعزيز جهود عملية التنقيب عن الذهب تنهب وكانت تنهب الآن الجهات الأمنية تفطنت الموضوع كانت تنهب بشكل غير عقلاني وتهرب عبر الحدود النداءات التي كانت من الجهات الرسمية التي تعرف الصحراء الجزائرية جعلت الجيش الوطني الشعبي يحيط هذه المناطق بنوع من الحماية لكن يجب علينا أن نطور تقنية الاستخراج واحد يجب علينا أن نطور تقنية التكرير وأن لا نصدر منتوجاتنا خال 2016 القد قوات الجيش الجزائري على 1977 منقبا عن الذهب منهم 1274 ينحدرون من جنسيات إفريقية والباقون جزائريون كما قامت بحجز 1722 جهاز كشف عن المعادن وعدد كبير من المولدات الكهربائية ومطارق الضغط و 171 سيارة ربعية الدفع كل هذه الثروات موجودة بدون استطمار كما أنه حسب آخر مسح جولوجي على الصحراء الجزائرية يبين وجود شارط معدني وخليط من مختلف المعادن النفيسة التي تستخدم في تقنيات الفضاء والتسليح بالإضافة إلى الذهب واليورانيوم والتي كان من الممكن أن تحل كل المشاكل دون الاعتماد على برميل البترول فهل تفعلها الجزائر باستحداث طرق بديلة للنهوض بالاقتصاد الوطني؟